أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في بلادنا هناك بعض الجماعات يأخذون الزكاة من الناس ثم يأخذون منها شيئا بدعوى أنهم من العاملين عليها على أنها أجرة لهم أو إجارا لمحلناك الزكاة والجهات ما تأخذ من الزكاة ويقولون حنا عمال العمال اللي نصبهم الإمام هذا هو العامل الذي يبعثه الإمام هو العامل أما هم ينصبون أنفسهم لا أو غير الإمام ما يصلح هذا من الذي كان يبعث العمال ويعطيهم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده فالذي يوليه الإمام جباية الزكاة هو الذي يأخذ منها مقابل عمله